يا من تدعو للإيمان يا من تنصح بالإحسان وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مجددا في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن اليوم بإذن الله تعالى سنشرع في تفسير سورة الكوثر وهذه السورة التي تضمنت من الله تعالى الكثير العظيم على نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر الخير الكثير الذي أعطاه إياه وأمره عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلاة والنحر شكر لله على ذلك وبينا أيضا من تمام نعمه أن كل من أبغضه فهو مقطوع الذكر والأثر نستمع إلى الآيات ثم نعود معكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أحييكم مرة أخرى عزائي المشاهدين والمشاهدات سورة الكوثر سورة مدنية وقال بعضهم إنها مكية والسبب الخلاف أنهم قالوا أن السورة نزلت في بعض المشركين في مكة ولذلك قالوا إنها مكية وهناك قرائن أخرى تدل على أنها مدنية سنذكره بإذن الله تعالى أثناء حديثنا عن تفسير السورة لك لم يثبت شيء على أنها نزلت في أحد لم يثبت شيء صحيح أنها نزلت في أحد بعينه من مكة وبالتالي فالله أعلم أن السورة أقرب إلى أن تكون مدنية وهي اسمها سورة الكوثر كما هو مشهور وسميت أيضا بسورة النحر لكن الأشهر هو المشهر المصاحف في كتب التفسير أنها سورة الكوثر يبدأ الله عز وجل هذه السورة بضمير العظمة العائدة على نفسه جل وعلا فيقول إن أعطيناك هذا خطاب خاص موجه لنبيه صلى الله عليه وسلم إن أعطيناك ماذا؟ أعطيناك الكوثر الكوثر في لغة العرب هو الخير الكثير يعني كوثر من كثير على وزن فوعل كوثر فوعل معناته تدل على أنها صيغة مبالغة حتى بلغت المنتهى في الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير لا يعد ولا يحصر ومن هذا الخير ذكروا أن المقصود بالكوثر هو نهر خاص للنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث يقول أنس رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد المسجد لم يكن في مكة مسجد إنما كانت المساجد في المدينة ومن هنا قال بعضهم أنها نزلت في المدينة إذ أغفى إغفاءة أي نبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه مبتسما قلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر قلنا الله ورسوله أعلم قال بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما هذا الكوثر فقال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فيختلج العبد منهم أي يمنع بعض الناس يمنع من هذا النهر فأقول يا نصر سلم يقول فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك يعني ترك سنتك فمن ترك سنته صلى الله عليه وسلم فسيحرم من الشرب من هذا الكوثر فهذا فيه حث على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون المعنى الكوثر بعمومه هو الخير الكثير الذي لا يعد ولا يحصى ومن ضمن هذا ومن مثال هذا الخير الكثير هو هذا الكوثر للجمع بين الأقوال ويعني إعمال القولين أولى من إهمال أحدهما وإعمال الأخرى ما دام أن المعنى يحتمل فهو يعني يكون هو المراد به الكوثر هو النهر الذي في الجنة الخاص للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأوصاف الجميلة العظيمة وأيضا والنهر هذا هو الضم هو من التفسير بالمثال مثال من أمثلة الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى فصلي لربك وانهر يعني مقابل هذا الخير العظيم عليك أن تصلي لربك جل وعلا وحده لا شريك له كل صلاة فرائضها ونوافلها فاجعلها لله عز وجل وانحر أي اذبح اذبح النسك اذبح النسائك لله عز وجل فصلي وانحر لربك بهذا التقدير لأنه كان هذا في مكة يعني كان الذبح لغير الله منتشر ومشهور عند كفار قريش الله أمر ربيه صلى الله عليه وسلم بذكر هاتين العبادتين كمؤشر لشكرك لله مقابل ما أعطاك هذا الخير الكثير ثم إتمام لهذه النعمة قال الله عز وجل إن شانئك أي مبغضك إن شانئك هو الأبتر ضمير الشأن لتعظيم الجزاء الذي سيتلقاه هذا الذي شنئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغضه أبتر أبتر هو يعني معناه من البتر القطع وجعتنا بأفعل التفضيل الأبتر للدلالة على أن الله عز وجل سيقطع ذكره وسيقطع الخير عنه لتذهب أو لتشمل هذه اللفظة الأشياء تشمل كل ما هو فيه قطع من الخيرات لهذا الذي أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء في زمانه أو ما سيأتي من زمان فليبشر من باب الاستهزاء نقول كل من يستهزئ بالرسول الله صلى الله عليه وسلم أو يبغضه أو يرد شرائعه وأوامره فليبشر بالبتر من الله عز وجل فقد تكفى الله عز وجل الخيرات الكثيرة لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنها لن يستطيع أحد أن يبغضه أو يقطع طريقه حيا أو ميتا خلال سنته التي انتشرت وتنعمنا وتنورنا نحن العباد بهذا النور من الله عز وجل عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الكوثر وسنشرح في السورة التي بعدها سورة الكافرون سيكون إن شاء الله الحديث عنها بعد الاستماع للآيات ثم نعود معكم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد لا أعبد ما تعبدون ولا أعبد لكم دينكم ولي دين أحييكم أحييكم مرة أخرى عزائي المشاهدين المشاهدات مع سورة الكافرون هذه السورة هي جاءت كمفاصلة ما بين الإسلام وبين الشرك الشرك والكفر إذ ليس هناك حلول في النصف مناصفة للتقريب بين الدين للإسلام وبين غيره من الأديان وخاصة الشرك السورة مكية ويعني مما ذكر فيها أن جاء كفار قريش أعنذاك بعد أن قاموا بتقديم الإغراءات للنبي صلى الله عليه وسلم مقابل أن لا يتعرض لآلهتهم ولا يحذر منها وبعد أن يأسوا عرضوا عليه أمرا آخر فقالوا يا محمد يا رسول الله نعبد آلهتك سنة وتعبد آلهتنا سنة يعني بكل هكذا بكل سذاج وبكل بساطة فأنزل الله نبي صلى الله عليه وسلم فقال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون خلاص لا مفاصلة يعني أقول هذه هي مفاصلة ولا مناصفة الطريق واضح وعبادة الله عز وجل أمر أساسي في هذه الدنيا والنجاة في الآخرة ليس فيها يعني كما يقال أوساط الحلول أو مرحلة في النص فقال الله عز وجل يعني يقول قل يا أيها الكافرون وجه للنداء لهم وقل لهم لا أعبد ما تعبدون يعني لن أعبد إلا الله عز وجل وحده ولا شريك له ولن أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة وغيرها ثم قال ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني هذا من باب التوقع لحالهم أن هؤلاء وصلوا من الضلال أنهم لن يعبدوا الله عز وجل ففي الأولى لا أعبد ما تعبدون ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني الذي يعبده الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ماء هنا يعني بمعنى من أعبد ولا أنتم عابدون من أعبد لأن ماء لغير لمن لا يعقل وتم العدول عن يعني من عن ماء عن من إلى ماء وهو موجود في القرآن طبعا يعني فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم والسماء والسماء وما بناها ومن بناها على قول أن المعنى يرجع إلى الله عز وجل قال لا أعبدوا ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم استمر يعني هذا التكرار في هذه النداءات سنذكرها بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل ثم نعود معكم ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان مرحبا بكم مرة أخرى عزاء المشاهدين والمشاهدات فعندما أبين النبي عليه الصلاة والسلام طريقة مفاصلة بين الإسلام والكفر لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا عابد ما عبدتم شوف الأولى لا أعبد هنا ولا أنا عابد لكي يكون من الكلام يشمل المخاطبين آنذاك الذين يعبدون الأصنام والأشجار وغيرها من دون الله عز وجل ليبين أنه ليس الخطاب فقط خاص لأولئك الكفار وإنما هو خطاب عام سيبقى إلى يوم الدين يبقى لأمته تشريع بحيث أنهم لا يفاصل يعني يتخذون المفاصلة مع أي نوع من أنواع العبادة لغير الله وإن تجددت عبر العصور سواء في الحال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام أو على لفظة المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد هذا التكرار الذي يفيد التأكيد ويفيد تأسيس معاني جديدة منها إن ذكرنا أنه فقط كان كلام أول للمخاطبين في ذاك الحال ذاك الوقت أو أنه سيبقى خطاب عام مشرع لأمته صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين وكي يعني لا تحصل هناك مجاملات في هذا الدين على حساب توحيد الله عز وجل وعلى حساب هذا الدين الذي أنزله الله كاملا مكملا ليس لأحد الحق بأن يتنازل في عبادة الله عز وجل من أجل إرضاء الآخرين الذين يعبدون غير الله فليست القضية بهذه الطريقة فهذا دين أنزله الله يجب أن يبلغ كما أنزله الله حتى لو لم يستجب أحد شو ماذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب الذي كلف به أن يبلغ دين الله تعالى كما أنزله استجيب له أو لم لم يستجب له فالأصل إعطاء القداس لشرع الله عز وجل ولا ينظر لمن ولا ينظر بالشفقة على المدعوين إذا كان هذا على حساب الأصول والثوابت إنما الشفقة تظهر في التحبيب والتقريب والتنوع في الأساليب وفي التجدد في الخطابات من باب التحبيب عموما الذي يعرف الشريعة وأحكامها فإنه لا يسعه إلا أن يقبل هذا الدين بإلا أنه يجاء يوافق الفطر الإنساني فختم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأمره كما أمره الله من خلال هذا القرآن قال له قل لهم لكم دينكم ولي دين فاصل بهذه القضية لأنه كان بالمكان أحد يقول طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام وافق أنهم يبدؤون هم يعبدون آلهته سنة وفي هذه السنة يؤثر عليهم تأثيراً بحيث إذا جاءت السنة التي لهم يكون قد اهتدوا ولا نحتاجها لو كان الأمر هكذا لقاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أوحى الله إليه أن يفعل هذا الأمر فبين أن الدين يجب أن يبلغ كما أنزله الله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه علم الله الشامل المطلق الذي جاء ليس فيه نقص ولا قصور فأنزله الله عز وجل هذا الأمر كما يتوافق مع الناس فبلغوا يا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزله الله ولا تلتفت إلى من يريد أن يساومك في دينك أو يدعوك للتنازل عن عبادة الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة أكمل على أحسن وجه وأدى الرسالة على أكمل وجه صلوات ربي وسلامه عليه فهذه فيها دعوة للدعاة ولكل من يحمل لواء محمد صلى الله عليه وسلم أن يسير على هذا النهج ولا يبدأ أن يتنازل في دين الله خاصة في قضايا الثوابت والمحكمات نكون بهذا قد انتهينا من سورة الكافرون ننتقل الآن إلى سورة النصر نستمع للآيات ثم نعود معكم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا مرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومشاهدات مع تفسيري سورة النصر هي اسمها سورة النصر وهذه السورة مدنية نزلت بالمدينة ولها اسم آخر سميت بسورة التوديع لأنه كان فيها نعي للنبي عليه الصلاة والسلام فهمه المقربون منه صلى الله عليه وسلم دل على هذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابنته فاطمة وقال لها إنه قد نعيت إلي نفسي فبكت ثم ضحكت وقالت بررت هذا البكاء وهذا الضحك فقالت أخبرني أنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نعيت إليه نفسه فبكيت ثم قال لها اصبري يا فاطمة فإنك أول أهلي لحاقا بي فضحكت ففرحت بهذا الأمر بأن فراق أهل النبي صلى الله عليه وسلم لن يطول فسورة النصر هذا أيضا فيها من ذكر منن الله تعالى وفأفضاله على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في أول السورة إذا جاء نصر الله والفتح والمقصود هنا بنصر الله والفتح هو فتح مكة الذي حصر في السنة الثامنة الهجرة وهو الذي بها يعني عز الله عز وجل الإسلام وأظهره وقضى على الشرك وعلى أهله في ذاك في تلك السنة عندما حصل هذا الفتح فيقول الله نبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات كثيرة ورأيتهم بعد هذا الفتح وستراهم يدخلون في دين الله أفواجا هذا من البشارات للنبي عليه الصلاة والسلام كما قبلها في السورة التي قبلها يعني في سورة الكوثر ما ذكر فيها من النعم العظيمة ولا يزال القرآن يتحدث عن نعم الله العظيمة على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى عن نبي صلى الله عليه وسلم وكان فضل الله عليك عظيمة طلب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فماذا عليك أن تفعل هل يعني تفرح فرحا فيه من الأشر والبطر هل تقابل هذا بالكلام الفاحش والغناء المحرم لا إذا حصل هذا النصر وهذا الفتح قال الله عز وجل لا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره عظم ونزه الله عز وجل عن كل عيب واطلبوا المغفرة منه حتى في لحظات الفرح والنصر العظيم والمنن الربانية طلب الله عز وجل منه أن يستغفره أن يطلب المغفرة منه هكذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة فاتحا وهو على دابته مطاطئا رأسه فقد كان مطاطئا رأسه إلى حد الإذلال لله عز وجل وهو يسبح بحمد ربه ويستغفره ويطلب المغفرة من الله هكذا تكون العبادة لله عز وجل هكذا تواجه الأفراح والبشائر والنصر تواجه بالتسبيح والاستغفار حتى قال تعالى بعده استغفر إنه كان توابا الاستغفار عادة في العبادات يأتي في خواتيم الأعمال ولذا كانت هذه السورة هي نعي للنبي عليه الصلاة والسلام كأنه قد قرب أجلك يا محمد صلى الله عليه وسلم نحن الآن نكون في عبادة عظيمة كالصلاة فإننا أول ما ننتهي منها أول شيء حثنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول استغفر الله مع أننا في عبادة عظيمة وخرجنا من طاعة ومع ذلك نطلب المغفرة من الله هكذا يجب أن تكون القلوب تحتاج إلى ربيه في كل لحظة عند فعل الخير وفعل الحسنات أو حتى وفي فعل السيئات تطلب المغفرة من الله عز وجل دائما وأبدا ولذلك يقول عمر رضي الله عنه عندما طلب من أشياخ بدر مشايخ كبار وقد أدخل عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد كان صغيرا فسألهم ما تقولون في معنى سورة النصر قالوا أن الله عز وجل أخذوا على ظاهرها أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا حصل الفتح والنصر فأمروه وراء الناس يدخلوا دين الأفواج فأمره أن يستغفر ويتوب إلى الله فقال عمر ما تقول يا عبد الله فقال إنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة فيها قرب لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قال بأن نفسه إذا تم الدين وتم الفتح ودخل الناس أفواجه فاختم هذا الأمر واختم حياتك بالتسبيح والاستغفار بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم هكذا فاهمها حبر وترجمان الأمة حتى قره عمر رضي الله عنه وقال والله ما أعلم منها إلا ما ذكرت يا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فكانت هذه السورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها من الأفضال والبشارات التي بإذن الله تعالى من النصر والفتوحات التي ستبقى لهذه الأمة إلى يوم الدين لن تنتهي بإذن الله تعالى ويحصل فيها نشر دينه وإعلاء كلمته جل وعلا بهذا ونكون أيضا قد انتهينا من سورة النصر على أمل أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة وسورة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من تدعو للإيمان يا من تنصح بالإحسان وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان ويسرك تأثير فينا منك فذكر بالقرآن فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان ترجمة نانسي قنقر